شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية عدة غارات جوية استهدفت خلالها مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظتي صعدة والجوف وقالت مصادر مطلعة إن مقاتلات التحالف شنت غارات جوية على مواقع ميليشيات الحوثي في جبهة الهضبة بجبهة البقع بمديرية كتاف بمحافظة صعدة ووضحت المصادر أن الغارات أدت إلى مصرع 14 عنصرا من ميليشيات الحوثي في جبهة البقع بكتاف صعدة وفي الجوف استهدفت مقاتلات التحالف بعدة غارات عربة بي ام بي وعددا من الأطقم وصر مصرع كل من كان عليها من عناصر ميليشيات الحوثي يأتي ذلك بالتزامن مع التقدمات الكبيرة لقوة الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية ومقاتلات التحالف في جبهة الجوف ومأرب وقانية وسط انهيار في صفوف الميليشيات الحوثية المتمردة